بالمغرب أسفرت العمليات الأمنية التي تباشرها مصالح الأمن الوطني والجمارك لمكافحة تهريب الدولي لمخدرات والمؤثرات العقلية اليوم عن حجز 72 كيلو جرام و180 جرام من مخدر الكوكايين خلال عمليتين أمنيتين منفصلتين تمتا بكل من ميناء طنجة المتوسط والمعبر الحدودي القرقارات جنوب مدينة الداخلة وأوضح مصدر أمني أن العملية الأولى المنجزة بالمعبر الحدودي القرقارات أسفرت عن ضبط 197 صفيحة من مخدر الكوكايين مخبأة بعناية بداخل شاحنة للنقل الدولي للبضائع كانت قادمة من إحدى دول إفريقيا جنوب الصحراء والتي بلغ مجموع وزنها 55 كيلو جرام و950 جراما وفي عملية أمنية ثانية بميناء طنجة المتوسط مكنت إجراءات المراقبة التي باشرتها عناصر الشرطة والجمارك ضمن حاوية للنقل البحري للبضائع كانت قادمة من إحدى دول أمريكا اللاتينية من حجز 14 صفيحة من مخدر الكوكايين بلغ مجموع وزنها 16 كيلو جرام و230 جراما وقد فتحت مصالح الشرطة القضائية المختصة ترابيا بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة اشتركوا في القناة